مضى يوم الثامن والعشرين من أكتوبر تشرين الأول دون التوقيع على اتفاق الرياض حتى اللحظة لم ترشح معلومات عن أسباب تأجيل اتفاق بات ينظر إليه باعتباره مخرج طال انتظاره لمأزق التحالف في جنوب البلاد يأتي ذلك فيما عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن تفاؤله حيال الاتفاق بقوله أثناء محاضرة له في فرع جامعة السرب بأبوظبي إن عددا كبيرا من المؤشرات الإيجابية في اليمن للمرات الأولى منذ وقت طويل المسؤول الأوروبي البارز أضاف أيضا إن السعودية تبدي استعدادا لهدنة في اليمن فيما يعتقد أنه محصلة للقاءة أجرها الوزير الفرنسي في الإمارات مع ولي عهد أبوظبي ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد وفيما كان الوزير الفرنسي تحدث عن الاستعداد السعودي للهدنة كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث القادم من لقاء أجره مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في الرياض يعقد اجتماعا في صنعاء مع زعيم ميليشيا الحوثي ناقشا خلاله الجهود المبدولة للتهديئة في اليمن كما جاء في تغريدة للمبعوث الأممي بهذا الخصوص على الصعيد الميداني أظهر التحالف أن ثمة إنجازات تتحقق من بينها أن القوات السعودية تسلمت قيادته في مدينة عدن من الإمارات في إطار ما أسماها بيان التحالف الجهود المستمرة لتنسيق خطط العملية العسكرية والأمنية في اليمن كما تحدث عن إعادة انتشار لهذه القوات وفق متطلبات العملية الحالية فهل تبدو عدن على ضوء الخطوات العسكرية للتحالف أقرب إلى استعادة دورها إجابة تتوقف على الخطوات الفورية التي ستل التوقيع على اتفاق الرياض وفي هذا السياق أوضح وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط المملوكة لعائلة الملك سلمان أن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن بعد توقيع اتفاق الرياض وإنه سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية وفقا للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسات مجلس النواب في المدينة ليواشر مهامه بشكل فعال الحميري أكد أن جلسة المنجلس ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في مدينة عدن للتحقق من أداء الحكومة ومشارعها في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر